نحن نمو ويحن الوطن هذه مدرسة جبل الخروب ونحن فرحانين برشلي نحن رجعنا نقرو اليوم كما في مدرسة جبل الخروب في ريفي ولاية القصرين آلاف المدارس الموزة على كل شبر من تراب الجمهورية فتحت أبوابها لاستقبال أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف تلميذ تحدوهم عزيمة في التحصيل المعرفي بعد سنتين عبثت فيهما جائحة كورونا بالزمن المدرسي لكن وزارة التربية تتعاهد بتدارك النقص الحاصل في المكتسبات المعرفية للتلميذ تلميذ منهم من اعتاد المدرسة وعودة اليوم ليست إلا لقاء متجددا ومنهم من يكتشفوا رحابها للمرة الأولى سنقول عجبتني الساحة والعالم أعجبني كل شيء ولأن نجحت بعض المدارس في تجاوز بعض النقائص بإعادة تهيئة فضاءاتها وتحسينها فإن مؤسسات تربوية أخرى ما زال مرتدوها يحلمون بالقليل الممكن تمكننا باش ندهنوا المدرسة الكل وننظفوها المدرسة الكل من داخله من برا حتى من الأقسيم ورون ما يقص علينا ونحب نعملوا مكتبة ونعملوا قسم نقروا فيه ونعملوا أنترنيت وعننا طريق كي تصبح المطار ما نجوش تعدوا منه وفي انتظار تجاوز هذه النقائص في ذل تعهد وزارة التربية بمواصلة الصيانة وتحسين الأطور المدرسية تبقى المدرسة ذاك الفضاء المعرفي الساحر وطريق المعبدة نحو إعلاء راية العلم والمعرفة